اشتركوا في القناة ونوها في بداية الاجتماع إلى أهمية إدراج تغير المناخ في الخطط والسياسات التنموية للمملكة وضرورة التكاتف بين جميع المؤسسات العامة والخاصة في سبيل الحد من تأثيرات تغير المناخ على مملكة البحرين مؤكدا في السياق ذاته على أن البحرين ومنذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في العام 1992 وانضمامها إلى اتفاق باريس في عام 2016 توصله بجدية تامة نحو الوفاء بالتزاماتها تجاه الحفاظ على البيئة ومواردها من خلال دعم الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ والمشاركة الفاعلة مع المجتمع الدولي في جميع قضايا البيئة الملحة بعد ذلك استعرضت المهندسة سوزان العجاوي ومجموعة من الخبراء الوطنيين أبرز مراحل إعداد وتنفيذ البلاق الوطني الثالث والتحديات التي واجهت الفريق المعني بإتمامه أثناء مراحل إعداد وغيرها من المواضيع البيئية المتعلقة بالتغير المناخي وكيفيات التعامل معه اليوم حفل تدشين البلاق الوطني الثالث لتغير المناخ تم رفعه على منصة الأمم المتحدة رفعه إلى منصة الأمم المتحدة ليس فقط التزام لمملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية ولكن العالم يطلع على إنجازات مملكة البحرين في تغير المناخ مملكة البحرين قطعت شوت كبير سواء من تخفيف كميات ثانية يكسير الكربون في الكثير من الصناعات الموجودة في البحرين وكذلك تكيفت مع تغير المناخ سواء في خطط وطنية للتعامل مع ارتفاع من سوب سطح البحر أو من خلال الخطة الوطنية للتشجير أو من خلال الخطة الوطنية الاستثمارية للتكيف مع ظواهر تغير المناخ مع أفضل دور خبرة في العالم اليوم مملكة البحرين عندها خطط على الخمسة السنوات القادمة للتعامل مع تغير المناخ والاستعداد استقبليا لأي كارثة مناخية التقرير تم مراجعتها من قبل خبراء دوليين ومحليين في مجال تغير المناخ ثم نقل لمراجعتها من قبل أعضاء اللجنة المشتركة لتغير المناخ وهذه لجنة أعضائها منتسبين لعدة مؤسسات حكومية ثم رفع التقرير لللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة الوزير محمد المطوع وتم اعتمادة ونقل أو رفع على منصة الاتفاقية في غسطس 2020 احنا كنا متعشمين أننا بع انتهاء الوباء أن نعقد تجشين التقرير وجها لوجه لكن بسبب الجائحة قررنا أخيرا أن ندشن التقرير عن بعد أهم مخرجات التقرير هو نظام وطني لمخزون الانبعاثات بأهل المجلس الأعلى البيئة والمملكة بإعداد مخزون الانبعاثات جرد مخزون الانبعاثات بشكل دوري سنوي وهذا بساعدنا في إعداد التقارير الوطنية لاحقا وبشكل منتظم الشيء الثاني بعد أنه هو ساعدنا التقرير في بناء قدرات محلية وطنية من شباب صغار في إعداد مثل هذه الفصول